اشتركوا في القناة المباراة رقم 8 حيث فاز سيرجاي كارياكن في الكلاسيك على ماجنس كارلسون والمباراة رقم 10 حيث استطاع ماجنس كارلسون ان يفوز ويجعل النتيجة 5-5 وبعدين يتعدلوا رقم 11 يتعدلوا رقم 12 النتيجة تبقى 6-6 ويروحوا الى حسم التعادل مباراة حسم التعادل هي مباراة رابد كل واحد معه 25 دقيقة مع كل نقلة بيزيد 10 ثواني المباراة الاولى تعادل الثانية تعادل الثالثة يفوز ماجنس كارلسون وبين يديك الان المباراة رقم 4 لو انت متابع اللي انا قلته ده ده معناه ان ماجنس كارلسون في حسم التعادل معه نقطة كاملة زيادة النتيجة 2-1 وبالتالي اذا استطاع ان يتعادل او يفوز هذه المباراة يستمر في كونه بطل العالم وبالتالي ميستر سرجاي كارياكين لابد ان يفوز هذه المباراة ليجعل النتيجة 2-2 ويكمله في حسم التعادل هل يا تورا سيستطيع ان يفعل ذلك؟ حط دايما في بالك ان ماجنس نفسه بس يتعادل حط دايما في بالك ان كارياكين سيدفع النفيس والغالي علشان ما يتعادلش كل ده حطه في بالك وانت بتشوف نقلات اللاعبين لايك لذيذ اشترك في القناة يلا بينا بدأ ملك من ماجنس كارلسون سقلي نايت F3-D6 الناجدورف ديفور أكل أكل هات البدأ الوسطي جارة العادة واكتر نقلة تتلعب ان تحمل بدأ الوسطي بنايت C3 الا ان F3 لعبت هنا طبعا ماجنس كارلسون وكل كبار اللاعبين بيحضروا لينات معينة للرابد والبليدز لينات تخليك تحرق شوية وقت في التفكير ما تلعبش التقليدي اللي انت عارفه ومذاكره دايما F3 لعبت هنا وعليها E5 امشي لو سمحت نايت B3 وافضل نقلة المفروض تتلعب هنا هي D5 على طول تتخلص من البدأ المتأخر ولكن دا ما حصلش تبريرات كتيرة ليه دا ما حصلش بعد BG5 احسن نقلة D4 وعليها C3 هل سيرجي كارياكن محضر هذا الشكل ولا يلعب اللي هو عارفه بدل ما يخش في مغارة ما يعرفش عنها حاجة هو لعب اللي هو عارفه B7 محدش يقول لي يعني انت عرفت منين بقى انك راكن ما يعرفش D4 الله اعلم يعرف ولا ما يعرفش يمكن يعرفها طبعا ولكن يمكن اللاين دا بيوصل لتعادلات وهو مش عايز يتعادل يعني فارتك بيادئ الوسط فارتك اخب بالك فارتك بيادئ الوسط بدري يمكن فمهوش حابب يعمل كده عايز يلعب ماتش طويل ومناورات محاولا ان يفوز بيشب E7 C4 من ماجنس كارلسون اخد البدائين اللي في الوسط اللي بيعملوا كماشة على مربع D5 شكل كده بيسموه دايما كانوا بيسموه الشكل ده ضد الدراجون تفريع التنين ولكن دايما لما بنشوف البدائين دول بنقع لهم A4 على طول عاوز اطلود هذا الحصان من مكانه جدير بالذكر A5 دي جدير بالذكر ان A4 مش حلوة لانها ستترك الابيض بهذا الثقب مربع الB4 ضعيف حاجة زي Knight في Knight مش لذيذة ماجنس كارلسون فاهم الكلام ده كويس ولعب بيشب E3 ماسك عن الوطر الطويل وبعد A4 رجع اخد ده لك الحصان ده ما كانه مش سيء ابدا ماجنس كارلسون بطل عالم عارف بيعمل ايه عارف ان الحصان ده رايح هنا في هنا والحصان ده رايح هنا في هنا برضو بصص على الD5 الشعب كله هيبص على مربع الD5 الضعيف ده تبييد Knight C3 Queen A5 رابطه Queen D2 فكر رابط Knight A6 لعبة الآن محاولة للذهاب الى هنا او الى هنا ماجنس كارلسون كمل انتشار ببيشب E2 ولكن الانجن مدي روك بي 1 دي نقلة غريبة جدا مثلا لو لعبت حاجة زي كده مدي تضحية بيضة فظيعة بهذا الشكل لو اكلت اقولك امشي لو سمعت لو مشيت العب بيشب B6 لو مشيت العب Knight D5 لابيض مع التفوق جيد جدا مقابل البيضة الوحيد اللي هو تركه جدير بالذكر ان حصان فحصان بلندر عشان باكل وعايز قطعتين وكمان فيل فحصان بلندر علشان باكل وعايز الحصان وعايز الوزير نرجع بقى للمباراة الاساسية حيث لعب ماجنس كارلسون بيشب E2 ولم يلعب هذه النقلة الغريبة روك بي 1 الا انه لعبها في المباراة بعدين Knight C5 بصراحة لقلة غريبة ولكن مبررة من مستر سيرجي كارياكن يود ان يذهب الى هذا المربع ثم يذهب الى هذه المربعات ربما كمان يذهب الى هنا ثم هذا الحصان من هنا والاثنين يبصوا على المربع بتاع الF4 تبيت بيشب D7 بس مش بيشب E6 لان زي ما اتفقنا ده مربع الحصان بيشب D7 على فكرة مش فكرة هيدفع البيدأ ولا حاجة حتى الآن دفع البيدأ مش سهل لكن بيربط الرخين ببعض عايز يجيب الرخ ويكمل انتشاره روك بي 1 بدأت الفكرة تيجي الماجنس كارلسون اخد الفايل لعب بي 4 فعلا دلوقتي الفكرة منطقية جدا لان البيدأ ده ببساطة مش ببلاش اكل مرور اكل تاني عاوز ياخد قطعة سحب الوزير والان نايت D3 هات الحصان الجامد او اسمح لي انط في البي 4 للD5 نايت E6 مش هكسر نايت بي 4 انا رايح للمربع بتاع الD5 بيشب C6 واخد بالك انك لو خدت امتياز الفلين انا ممكن اخد بالبيدأ وافتح ضغط امامي على هذا البيدأ المتأخر ومعتش عندك نايت D5 نتيجة البيدأ اللي في C6 هيكون حامي مربع الD5 رخ على الفايل النصف مفتوح ضغطا على البيدأ المتأخر D6 H5 نقلة ممتازة واحسن نقلة على الانجن فكرتها ان انا عايز اوصل بهذا البيدأ الى H4 بعدين احط الحصان وراه وهيبقى اداة هجومية هذا البيدأ ماجنس كارلسون يشم ريحة الغدر ويسحب الفيل الى F1 وبعد H4 يلعب QF2 هات البيدأ اللي انت فرحان بيده مفيش وقت للكلام ده لو سمحت انا تميت خلاص البيدأ بتاعي ايضا هنا ملعبش النقلة دي لان كان عليها اني ادخل بحصاني ها هنا اوكي هو رجع بهذا الشكل كمان مش عاوز يسمح بغزو للوزراء للفيل بهذا الشكل فهم غطي مربع البي سيكس كل ده كلام ممتاز G3 نقلة غريبة من ماجنس كارلسون لكنها غطت المربع وكمان لو انت مش حابب تاكل جيمكن في اللحظة المناسبة انا اللاكل وافتح فيلاط على ملكك اهاجم منها G3 لعبت كمان بدم الفيل ده ملوش مستقبل من هنا ولا من هنا لو واقف على ال D3 انا هنشطه من H3 نقلة جميلة G3 مش وحشة ابدا اي نعم الانجين مش موافق عليها لكنها نقلة مش وحشة ابدا ونقلة عملية الانجين بيقول King H1 خش بقى جوا دماغي الانجين تعرف King H1 دي عايزة ايه لسه بدري بقى تفريعات بقى بالعشرين والثلاثين نقلة G3 نقلة البناء ادمين ونقلة بطل العالم Rook A3 ضغطا على هذا البيضق المتأخر Bishp H3 نقل منطقي اخد الفايل المفتوح هذا تفوق جيد للإسود من الناحية العملية هو اخد فايل مفتوح لكن حتى الان لا يمكن استغلال هذا الفايل كل المربعات متغطية ومتحكم فيها بشكل جيد Nc2 امشي لو سمحت امشي ماجنس رجع تاني تحب نكرر وابقى بطل العالم زي منا لا يا عم انا مقدرش أكرر Nc2 والان B6 Rook انا كمان هاخد فايل مفتوح واضغط على البدأ ده Qc7 اخد الفايل فعلا Bishp C8 والان شكرا على هذا البيضق الانجين بيقول تفوق جيد جدا للأبيض يصل الى 2 Nc4 اخلعه شكرا اشي عايز واجه على البناء امشي بس انا اكلت وفضيت مكان للحصان الاخر اخلعه بقول لك ايه بقول لك ايه امشي عايز واجه ادماء بلا حصان جامد بلا بتاء فلين قصاد حصانين يا عم ماجنس هتلعب الشكل هتنتياز الفلين تعرف ان انا حتى لو سحبت الفيل هتنط بالحصان ده هنا وكمان شوية تعمل كده وعايز تكشف يا عم بلاش واجه عقلب انا هسيب لك الفيل وادور على الاضعاف بتاعك اضغط عليه لاحظ ان ماجنس كارلسون معاه تقريبا 8 دقايق بينما سيرجاي كارياكن مع 18 ثانية هذا الذي نرى هو عامل كبير جدا في تحديد نتيجة المباراة ضغط الوقت ساب امتياز الفلين معلش وطلب الرخ فنتش البيدق في ضغط الوقت ولم يكن يعلم انها بداية اللعنة كان عنده بس ينزل بالرخ هنا لكنه قرر انه ينتش البيدق هذا الذي جعله يخسر فرق ماجنس كارلسون خسران فرق كسبان فرق دلوقتي ولكن البيدق ده بيجري البيدق بتاعته شكلها مش حلوة قوي بس من يوبينك يعني باللعب الصح المفروض يفوز البيدق ده قوي ما بيتخدش عشان الفيل واقف حميه لو تلاحظ الوزير ده محبوس لو بيطلع لا هنا ولا هنا ولا هنا ولا هنا ولذلك ماجنس كارلسون بس وضع الوزير خد بالك على كل الهليلة اللي احنا بنحكي فيها دي ماجنس كارلسون معه جر تفوق واحد بس على الانجين بشب اي سيفن هات يابني البيدق كينج جي تو خد ياعم البيدق وانا هاخد ده اصاد كوين اي سيكس حامل البيدق والان اتش فايف دفع البيدق عاوز يفتح لاينات على الملك حتى لو هديك البيدق ده بلاش بس اكشف الطريق على الملك روك اي تري تنشيط للرخ عايز يجي هنا يعني الرخ ما كانتش بتعمل اي حاجة هنا روك دي ثري تعال انكسر هات وزيرك روك احب انقرر هو بطن العالم لا مش هينفع مش هينفع مش هينفع يا ماجنس انا لازم كده ماشي روك دي فايف روك سي سيفن كوين دي هات البيدق كوين اف سيكس حامل البيدق روك اف فايف هات الوزير وهات البيدق بقولك كوين اتش فور دخلت في حضنك او في كرشك زي ما بيقولوها والان روك سي وان لعبت جدير بالذكر ان اكلة البيدق مفيش فيها اي مشاكل وبعد هذه الكش تستخب هنا دي الانلي موف ولو جيت هنا عايز تديني مات فانا بغطي المات وتفوق خمسة للابيض لكن ماجنس كارلسون مش عاوز يديله اي كاونتر بلاي هو عارف انه بيكسب خد منه الفايل المفتوح مشي مش هينفع اكسر يا ماجنس كوين تيكس الان وسمح بالكش بعد ما مشي خد بالك ان كوين افتو لعبت ولكن ماجنس كارلسون بعد هذه الكش تطلع خد بالك لو لعبت حاجة زي كينج اف ايت فعليها روك تيكس ياكل كش هتروح فين لو دخلت هنا مثلا الديكش تطلع الديكش تطلع الديكمات فالتغطية فشلة ولذلك صاحبنا راحب الملك هاهنا لأول مرة اعتقد بقولك واقف في فيديو فكر ما الذي لعبه ماجنس كارلسون لكي ينهي على آمال الروسي في الحصول على لقب بطل العالم الله عليك يا عمى ماجنس كوين ايتش سيكس تطحية وزير يعني بشياكة واناقة يحافظ ماجنس كارلسون على لقب بطل العالم في 2016 لو اكلت مات في واحد لو اكلت مات في واحد ماجنس كارلسون بص على الساعة اخد عشر ثواني بس لتنفيذ هذه التضحية يعني حسب كل حاجة فيما لا يزيد عن عشر ثواني مات في اتنين واضحة يحلها بطل عالم بسرعة لو عجبك الفيديو لايك لذيذ واشترك عندنا في القناة وانا نفسي جدا جدا في افكار جديدة للحلقات القادمة انا حاسس ان انا عاوز اكثر الروتين واعمل حاجة مختلفة لان يعني صانع المحتوى اذا اصابه الملل فهذه علامة علامة شؤمن ان شاء الله الملل لا يصدني وتجيبوا لي افكار كده جديدة نعملها على القناة في التعليقات واكون شاكر جدا لكم واراكم على خير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة